اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد المجاربة التي تتقدم لكم دي من المجاربات القاطعة في تحقيق الأمنيات والطريقة بتاعة النهاردة دي خلينا نعد مع بعض هي تنفع لإيه طيب تنفع للأمراض الروحية وتنفع للأمراض النفسية وتنفع للأمراض العضوية وتنفع للأمراض العصبية وتنفع للأمراض السرطان اللي بتيجي في الدم وتنفع للأمراض اللي بتيجي في الدم كلها بصفة عامة وتنفع للأمراض السكر وتنفع للأمراض اللي بتيجي في القلب وتنفع للإكتئاب وتحقق كل ما نتمناه في حياتنا بالصورة دي فقط بنفس الطريقة اللي هنقلها لك دي بالظبط دي أكتر يعني أكتر صورة اتكلمت عنها عندي هنا في القناة أن فضلها عظيم فضلها كبير أسرارها لا تعد ولا تحصى الصورة دي تحديدا وطبعا اللي أنا يعني نسيت وما ذكرتوش للي جواك وانت بتتفرج عليها كده أو اللي جواك وانت بتتفرج عليها الحاجة اللي تعبنين منها المجربة دي تنفع لها وكمان في عملية الرزق يعني في فتح في فك تعطيل الرزق من تأثير الحسد أيضا المجربة دي تنفع وهتنبهر من النتائج بتاعتها وحتى كمان تنفع للأسحار تفك الأسحار نعم تفكها بنفس طريقة الشرح اللي هنقلهلكم دي في الصورة دي تحديدا طبق اللي هتسمعوا مني وأنا واسك في ربنا إنك هتيجي على الفيديو ده لو طبقت بيقين وبتركيز مع الله وبنطء الآيات بشكل صحيح وبنفس بطريقة البرنامج اللي هتعملها دي والله اللي لازي لا إله إلا هو اللي هتيجي على الفيديو ده وتشجع الناس اللي بتشاهد الفيديو تقولهم طبقوا الطريقة دي لإن فعلا النتائجها سحرية في قضاء الحوائج وكلنا بصفة عما حفظنها لكن نسبة كبيرة جدا منا ما يعرفوش أسرارها نسبة كبيرة جدا من الناس يعني ممكن تكون بتكرقها وخلاص على حسب ما تربينا لكن لما تقعد تفكر في الآيات والأسرار اللي فيها في الصورة دي اللي هي قصيرة جدا اللي كلنا حفظنها يعني هتحس إن فيك شعرة فيك شعريرة كده في جسمك بتطلع عليك وانت بتتدبر آياتها طيب بعد كل صلاة يعني بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد صلاة الفج بعد صلاة الضهر بعد صلاة العصر بعد الخمس أوقات في الصلاة مجرد ما تنتهي من كل صلاة اكرأ صورة الفاتحة بعدد واحد وعشرين مرة وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة الإبراهيمية بعدد تلاتة وتلاتين في أسهل من كده ما فيش أسهل من كده يعني أنت اللي أنت عديته من الأمراض العضوية دي كلها والمشاكل اللي بتيجي في الجسد بصفة عامة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية دواء لكل الألم دي ده دواء بس مش دواء بقى من عند دكتور يسكن الألم لا ده دواء وشفة وأسرع النتائج طب عملها إزاي زي ما بوصف لك كده بالظام وإنت لسه جالس على المصلية بعد كل صلاة اكرأ الفاتحة بعدد واحد وعشرين مرة وإنت لسه مكانك وإنت لسه مصلي الحمد لله طهر وأمورك زي الفل تمامة يسرة بعد الصلاة اكرأها بعدد واحد وعشرين مرة وبعدها مجرد ما تخلص العدد واحد وعشرين ردد الصلاة الإبراهيمية بعدد تلاتة وتلاتين مرة ونفذ الطريقة دي لمدة واحد وعشرين يوم وإعمل الطريقة دي على الحاجة اللي تعباك في حياتك اللي أنا نسيت أقوله وهو موجود عندك دلوقت أو موجود عندك طبق التراءة دي عليه مجرد ما تنتهي من الصلاة ابدأ في الكراءة بعدد واحد وعشرين مرة وربعات بعد ما خلصت الواحد وعشرين خش على طول مباشرة أردد الصلاة الإبراهيمية بعدد تلاتة وتلاتين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد تلاتة وتلاتين والطريقة تيمشي معها كده كل يوم بعد الخمس أو أقف الصلاة لمدة واحد وعشرين يوم وأمان عليك أو أمان عليكي بإذن الله وصكة في الله لما تتحقق يتحقق لك طلبك أو تتحقق لك الطلب اللي انت عيزاه لتحفيز الناس ما نبخلش نيجي على الفيديو ده ونقول أنا طبقت فعلا الطريقة دي وشفت منها نتائج رهيبة وكمان ينفع تتعمل للأخت اللي حملها ما بيتمش وبتسقط مجرد ما انت كده الحمد لله ربنا عطيكي والحمل بييجي مثلا في الشهر الثالث في الشهر الرابع في الشهر الخامس وبتسقط اعملي الطريقة دي عليه سدقيني هتنبهري من نتائج الوصفة دي الصلاة الإبراهيمية وصورة الفاتح ما فيش أكتر من كده في أسهل من دي طريقة ما أعتقدش ودي أكتر صورة زي ما ذكر في القناة هنا عملت لها علاج بالتأمل ومرة واحدة بس وعملتها بكذا جزء هنا في القناة إزاي أنظف بيها مراكز جسمي من فوق لعند الأسفل ولها عدة أجزاء هنا في القناة وعملتها طريقة علاج بعدد سبعة وعملتها طريقة علاج بعدد واحد واربعين واللهم لك الحمد جابت يعني مع ناس كتيرة جدا نتائج ما كنتش يعني ما كنش نتخيلها في الشفاء وفي تحقيق الأمنيات وأنا النهار دا بقدم لك أولا الفاتحة بعدد واحد وعشرين بعد كل صلاة وبعدها مباشرة الصلاة الإبراهيمية بعدد تلاتة وتلاتين هتدعي لي من أكوى المجربات اللي تنهي المشكلة من جزءها وبأسهل يعني بصوا وصفة سهلة وسريعة بإذن الله في الاستجابة مع الناس اللي الحفظ عندها ضعيف مع السن الكبير ومع السن الصغير والأي حد تعبن من حاجة يطبق عليها الوصفة دي نسأل الله تحقيق الأمنيات للجميع اللهم أمين يا رب العالمين ويا رب ما يحرمنا منكم جميعا ونشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام